يعني احفظوا ترى هذه هدية والله ثمينة لا اقولها لاني اهديتكم اياها لا ولكن انا اعرف الذي اقول طبقا للآيات والروايات ان هذه الاشياء التي عملناها كم هي ثمينة وان الانسان يراها لما سجلت في صحيفة اعماله حين يودع قبره ترى جدا ثمينة تدري شنو معنى ان احدا يتشيع وتكون انت سببا في ذلك وقد كسبت هذا الاجر لاني نصفتكم هذا الاجر انا لما اشيع احدا اهدي احدا الى دين الله ما اجر ذلك هذا اجر لا يحصى لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس هذا لا احصاء له لا عد له هذا الاجر انزين انت بمجرد انك عاونتنا واعنتنا وبذلت من مالك في سبيل الله عز وجل حتى اتحقق مثلا هذا الانجاز العظيم وهو في الفيلم العالمي عن سيدة النساء عليها السلام انت مكتوب الان في صحيفة اعمالك انك شيعت فلانا وفلانا 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 كل هذا الاجر العظيم حصل هذه هدية ثمينة تعطى لك لتخربها بسوء اعمالك حتى تمحى لا سمح الله ويحبط اجرك هذه اشياء عظيمة اهديناك اياها اضبط نفسك لا تغرنك المغريات لا تقعن في بحر الشهوات لا تجرنك الشياطين لا تفسد اضبط نفسك مؤمن على المنهاج منهاج محمد وعلي والطيبين من آلهما عليهم الصلاة والسلام عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هكذا تربح وتفوز اميرك عليه السلام وامامك في هذه الليلة الصاح فزت ورب الكعبة فانت على اثره وبهداه تهتدي وتقتدي تستطيع ان تصيح بمثل هذه الصيحة حين تستشهد او حين تموت على الولاية والبراءة والجهاد في سبيل الله وهذه الحسنات والمثوبات التي اهديت اليك لانك ساعدت في صناعة انجازات عظمى تقابل بها الزهراء عليها السلام وكانت يوما ما حلما لنا حلم كان والله حلم ان نصل الى مصاف العالمية ان نوصل قضية اهل البيت عليهم السلام الى العالمية وننتقل بها الى طور العالمية ما كان هذا امرا يحلم به غيرنا فما ظنك بنا نحن كان بالنسبة الينا حلما واذا به يتحقق بحمد الله تعالى بجهودكم ببذلكم بعطائكم بكرمكم بسخائكم فربحتم ان شاء الله تعالى الدنيا والاخرة وكم من رجل وكم من امرأة وهذه الحملات تشهد كيف انهم لطالما اوصلوا الينا للاخوة انهم ما انبذلوا حتى عاد لهم ما بذلوا عشرة اضعاف وما انبذلوا حتى قضيت لهم حوائجهم ونالوا الكرامات هناك من شفي حتى من الامراض العضال كامثال السرطان ونحوه ووثقوا ذلك باعجوبة هناك من كان لا يرزق بولد وببركة عطائه هذا ونصرته لسيدة النساء عليها السلام ولده الان يمشي ويجري ويلعب بعد ما ادري ستة عشرة سنة سبع عشرة سنة من اليأس وانواع العلاجات التي لم تجدي بركة اهل البيت الطاهرين عليهم السلام لا حدود لها لا نطاق لها اصلا بركتهم عليهم السلام من عظيم كرمهم حتى يمنون انهم يمنون حتى على غير الشيعي بل حتى على غير المسلم احيانا هناك امرأة في اوروبا الاخ ابو علي ابلغنا قصتها غير شيعية اصلا غير شيعية تبرعت لهذا الفيلم المبارك واذا بها تشفى من السرطان مشيعية اصلا حسب على ما ببالي قال ان ثلاث بحوصات كان لديها وشيء من هذا القبيل يعني الفحص الاول اكد الفحص الثاني اكد الثالث الاطباء تعجبوا انه اختفى ذلك الورم او ذلك المرض الخبيث